قال متحدث باسم دبي العالمية ان المجموعة المملكة للحكومة لم تطلب تجميد سداد ديون خلال اجتماعها اليوم مع الدائنين في دبي وقال المتحدث ان على الدائنين تشكيل لجنة لمباشرة المراحل التالية من المحادثات اذ يسعى الجانبان الى ايجاد حل لمشكلة الديون واشار الى ان الدين المقرر اعادة هيكلته يبلغ 22 مليار دولار كانت دبي احدثت صدمة في الاسواق العالمية في 25 من نوفمبر عندما طلبت تجميد ديون قيمتها 26 مليار دولار ترتبط بدبي العالمية ووحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس